اشتركوا في القناة بدي تطالع بدي تحسبلي الطالع بدي اعرف الطالع مش عارف انا كيف اطلع الطالع انا مش عارف انا من اي برج مش عارف انا من اي عشرية مش عارف شو اعمل مش عارف كيف احسب يا ريث تساعدني فانا حبيت اني انا اعمللكوا هاي الحلقة فيها شرح عملي على اساس انكم انتوا تستفيدوا منها وتصيروا تعرفوا وتحسبوا لكوا لغيركم طبعا الرابط راح وحطيكوها في صندوق الوصف في تحت الحلقة من خلاله احنا راح نكمل خلينا نروح ونشوف تضغطوا على الرابط بيفتح عنا هاي الصفحة ندخل على الرابط اللي محطوط في صندوق الوصف بيفتح عنا على هذا الموقع طبعا هذا الموقع هو موقع أجنبي فأنا بدأ حول أشرح الكوية باللغة العربية على أساس أنه يكون الأمر أسهل على الجميع وعلى أساس أنه يكون سهل جدا وسلس جدا أن الواحد يعرف يتعامل معه مينما كان مهما كانت ثقافته راح يوصل لنتائج الإيجابية المرضية اللي يعرف من خلالها ايش يعني هاي الخارطة الفلكية وكيف كان طالعه بإدخال المعلومات اللي موجودة هنا وفي نفس اللحظة اللي بدي يتأكد من تاريخ ميلاده بدي يتأكد من أي عشرية يعني زي ما أنتوا شايفين ميسم عنده مثلا نحكي السرطان فمنلاقي أنه هنا في هاي عشرية مع السهم وفي هاي عشرية ثانية وهاي عشرية ثالثة لو إجينا شفنا الشمس الآن وين موجودة فمنلاقيها هي جاية على حد العشرية الثالثة ماشي لو إجينا شفنا هنا مثلا الطالع هاي الطالع هذا هو الـ AC اسمه هذا السهم اللي جاي هون هاي جاي على لو حطيت على بس مجرد ما تدخل السهم عليه بيكتب لك هاي بالأعلى هون مجرد ما حطيته بيكتب لك انو الطالع لهاي الخارطة الفلكية هو العذراء لو كان موجود الأسد بالمكان هاد بيكون نطالع الأسد جاي على أي عشرية جاي على أول عشرية من العذراء البيت الأول هايو البيت الثاني هايو هاي المساحة كلها ما بين الفاصل هاد والفاصل هاد هذا البيت الثاني هاد هيك هيك البيت الثالث مساحة هاي هاي البيت الرابع هاي هيك اللي هو الشارق هاد هو الطالع الغارب اللي هي المنطقة هاي اللي هي المنطقة المقابلة لإلك اللي هو البيت السابع هذا عمود السماء وضوطة الأرض طيب عشان نشرح الآن خلينا ندخل أي تاريخ ميلاد خلينا نحكي تاريخ ميلاد مثلا ثلاثة وعشرين اتناعش خلي الف وتسعمائة واثنين وسبعين مثلا هذا المولود نحكي انه مولود الساعة عشر ونص بالليل فمنيجي على عشر ونص بالليل بدها تكون AM هاي AM هاي صباحا BM مساء محطوط بتوقيت اللي هو العشريني اللي هي 24 ومحطوط بتوقيت اللي هو الساعة فلو اجينا وقلنا عشر ونص مننزل لتحت الشوي هيك منلاقي انه الساعة عشرة هاي عشرة بAM اللي هي 22 نكبس عليها نيجي على الدقائق مثلا عشرة ونص ونص عشرة ونص عشرة ونص ونص من وين اجت هاي جديدة عشرة ونص طيب توقيت وين خلينا نكتب مثلا هو محطوط نيويورك خلينا نكتب الأردن نكتب جو او بلاش تكتبش الأردن نكتب العصم اللي انتي موجود فيها او البلد اللي انتي موجود فيها مثلا انا بده اكتب عمان هاي بعطيني عمان جوردن بحط عليها هيك انا هيك كملت البيانات ما اليك بالاشارة هاي هاي الاشارة للمقارنة ما بين خارطين اللي بعرف انجليزي طبعا بكمل من خلالها ولكن انا بده اشرح لك هسا نكست اللي بعده هسا هون هو ما اعطاني الخارطة الفلكية هو بقول لي معا هاي الداتا تاعتك هاي هي الداتا الصحيحة تاعتك هاي متأكد منها بقول له نعم نكست كمان مرة هاي اعطاني هنا الخارطة الفلكية اعطاني هنا الاس محطوطة هنا عندي على العذراء تاريخ الملاد هاي وثلاثة وعشرين ديسمبر اثنين وسبعين ساعة عشر ونصف الليل اعطاني انه هو هنا البرج تبعه اي الشمس موجود بالجدي اي الاشارة تاعته هون جاي على حفة الجدي بداية الجدي لو ضغطت عليها هون بعطيني انه الصن فوق هاي اتطلعوا على الاشارة هون ضغط عليها بعطيك الصن وين موجودة بعطيك هاي البرج لو حطيت عليها هون هاي عمل لك يا كتب لك انه الجدي من اللغة الانجليزية الطالع موجود هايو بالعذراء القمر هايو موجود بالاسد ليو ليو المريخ موجود بالعقرب يعني بكون واضح جدا وبعطيك هون الاتصالات للكواكب الان لغتك الانجليزية قوية تيجي بتكبس بتقول له انا بدي اعرف والله الزهرة هاي الزهرة موجودة بالقوس بدي اعرف الزهرة هاي انا ايش معناها لو لغتك الانجليزية قوية بس تكبس عليها هيك بعطيك كل اشي معلومات عن عن الزهرة حاب انك انت تترجمها عادي بتاخذها كوبي بيست بتسحب عليها هيك بتضللها كاملة من بدايتها لنهايتها بتروع على جوجل كوبي كنترول بتروع على جوجل على ترانزليت وبترجمها بعطيك يعني اقرب للغة ولكن انه لغة مفهومة خلصت منها بدك تشوف اشي ثاني بترجع لها مرة ثانية بتتأكد هاي كل المعلومات اللي موجودة بتضغط على الكوكب هيك بعمل لك الاتصال هو بينه وبين اي كوكب دائما اللي لونه احمر اللي محطوط في هذه الخارطة الاحمر اللي هو الزوايا السلبية الاخضر والازرق زوايا ايجابية هيك انت بتعرف طالعك نعيدها على اشي ثاني نرجع هاي باك ننحط خارطة ثانية عشان احنا نشوف الوضع مرة ثانية نقول احنا بدنا نحط مثلا الساعة اليوم اتناش الشهر جنيواري سنت مثلا عشوائيا اي ثمانية وتسعين مولود هذا عند الفجر معنة اي ام اي ام معنة يكون بين الاربع والخمس الفجر مثلا نحكي اربعة اه خليها مثلا ثلاثة ونص اي ثلاثة ونص اي ام نضلل عليها هيك نكتب عمان بعطينا عمان جوردن اكتب اي دولة باللغة الانجليزية بعطيك هيها اوكي هي هيك اخذ البيانات بقولك اعطيني تأكيد لالها المرحلة الثانية بقولك انه هذا المولود مولود يوم اتناش جنيوري الف وتسعمائة وثمانية وسبعين ساعة ثلاثة ونص اي ام يعني صباحا عمان جوردن نعم نكست كمان مرة بعطيني انه هذا المولود اطلع الشمس هيها موجودة بالجوزة جاية داخلة بالعشرية هيها العشرية الثالثة بما انها في العشرية الثالثة هنا هيعرفنا الشمس وين موجودة ومن اي عشرية اطلع اي سي ايوه بالطور تكبس عليها هون ايوه بكتبلك بهاي المنطقة تكبس عليه هون بقولك ايش هو الكوكب اذا انت بتعرفش الرموز هاي الزهرة الزهرة زهرة الكوكب اللي بيهتموا يعني انهم بدهم يعرفوا زهرة برجي ايش زهرتي انا ايش وقمري ايش انا بهمني الطالع هاي الطالع موجود بالثور خلاص انتهى الموضوع هاي البيت الاول بيت الثاني هاي البيت الثالث بيت الرابع يعني بيفصل ليه بشكل ايجابي وسالس جدا انه انا بقدر اوخذها بدك تسيفها هي سيف تكبس عليها سيف بتسيفها على جهاز الكمبيوتر تاعك او على جهاز الموبايل بتكون انت عارفها حاب بدك تدخل حكينا بتكبس على الكوكب مجرد ما كبست عليه بعطيك المعلومات عنه وبعطيك اتصالاته وايش الصفات اللي بعطيك ايها هذا الكوكب في المكان هاد طبعا مش رح يعطيك هو تحليل مية في المية لانه هذا موقع في النهاية بدك انت تدفعي فلوس عساس انه هم يعني هم عاملينه وبعطوك الشغلات الفري بس انت بدك اشياء اكثر معنى انت بدك تدفعي فلوس على اساس انه هم يعملوا لك تحليل الخرطة الفلكية الكاملة بدك تعرف معلومات ثانية هاي هاي مثلا ذات الاتجارت تبعتك بتكبس على هاي مثلا بعطيك انه الكواكب وين موجودة في الساعة الحالية الدرجات اللي موجودة عليها ايش الكواكب اللي بتتراجع يعني بشرح لك اياها كمان معلومة على اساس انكوا تستفيدوا حرف الار هاد اللي موجود جنب هادا بلوتو جنبه هنا في حرف الار رار يعني بتراجع ماشي طيب وانا هاي بعطيك اياها الكواكب وين موجودة بعطيك هنا وضعية الكواكب للبيوت مثلا هاي البيت الثاني الشمس موجودة هايها موجودة في البيت الثاني القمر موجود في البيت التاسع ميركوري ميركوري اللي هو عطارد هاي موجودة في البيت الثاني ماشي هايو هذا في البيت الثاني فينوس هايو في البيت الأول مارس واحد جوبيتر هايو احداش سترون هايو اطناش اورانوس هايو عشرة نيبتون هايو عشرة بلوتوس هايو في السابع طبعا كيرون وهدولا انتو مش بحاجتهم يعني هذا موضوع اكبر يعني عادة هاي كواكب بطيئة جدا 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 فتأثيراتها كل مئة سنة مئتين سنة لا تتغير فكل تأثيرات الكل على الكل نفس الشي برضو حاب انك انت تطلع عليها هايو بتكبس عليها هيك بعطيك معلومات عنها وايش بتعطيك هاي كيرون وبعطيك ايش تأثيراته لاحظوا انه ما في كتابات كثيرة لانه تقريبا الكل ما بعرف لانه هاي تأثيرات لسه ما حسب الامر فيها ماشي اجيتوا بتكو تعرفوا حركة الشهرية كاملة من 98 الكواكب وين كانت وكيف بتتحرك وكيف هاد نفس الشي حاب تعرف اليوم انت حركة الكواكب بالنسبة لليوم تطلع من الخارطة هاي ترجع انتي باك هاي بنرجع على الصفحة الرئيسية هاي الصفحة الرئيسية هاي الخارطة الفلكية لو اجيتك بست هيك بيجي بعطيك انه مثلا هاي فبراير 2020 الحركة الفلكية لكل الشهر كل الكواكب وتنقلات الكواكب كيف راح تكون هاي كاتب لك اياها هون هاي معلومات بسيطة بس حبيت احطلكوا اياها على اساس انكم تستفيدوا منها وهاي للنجوم عشان ما ننساش اي اشي بالموقع يعني هاي مواقع للنجوم مش موجودة مش مكتوبة هاي بس اللي بيعرفوا بمواقع النجوم وشغلات اللي زي هيك ممكن يستفيدوا منها يعرفوا كل النجم وان موجود هاي الكوكب فاي بيت ماشي فهيك انتو تقريبا صرتوا عارفين كيف تطلعوا تطالع كيف تطلعوا العشرية كيف تتأكد من مرجك انه مرجك ايش هو وارجو وارجو انه هاي المعلومات تكون استفدتوا منها وراح اخلي الرابط دائما موجود يعني رابط الموقع راح احطه بالاسفل في صندوق الوصف دائما اي واحد بحاجة انه يستفيد منه بدخل بيستفيد منه حابين تحتفظوا في الموقع يحتفظوا فيه هذا شاينكو انتو بس في عنا ملاحظة انه اذا كانت الدولة اللي انت فيها بتجري حسابات اللي هي توقيت الصيفي والشتوي لازم انك انت ترجع حساباتك للتوقيت العادي اللي هو على حسب توقيت جرينيش لدولتك يعني احنا في الاردن مثلا توقيتنا عن جرينيش اللي هي ساعتين زيادة ساعتين عن توقيت جرينيش ولكن في الصيف بصير عنا احنا منزيد ساعة فبصير عنا احنا توقيتنا ثلاث ساعات عن توقيت جرينيش عشان هيك لما باجي بدي احسبي إذا أنا كانت الدولة تاعتي بتحسب على التوقيت الصيفي وأنا مولود مثلا في شهر ستة أو شهر سبعة أو شهر ثمانية فباجي برجع أنا الساعة هاي على أساس أني أنا أحسب اللي يكون حسابي دقيق لأنه إذا حسبت على توقيت الصيفي بطلع عندك أنت تطالع زي الدرجة يعني زي الدرجة ساعة فعشان هيك لازم أنت ترجع هيك منكون أنت هنا من درسنا لهذا اليوم وبدنا نعتبره هو من الدروس اللي إحنا رح نبدأ فيها إن شاء الله تعالى كل فترة رح نعمل درس بسيط نشرح فيه أشياء عملية يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء